العاشرة صباحا ثامنة بتوقيت جرينتش مجازون إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية الموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع شركة بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر كما اطلع الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد وعدد من المسؤولين على عرض لأحدث تقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق مثمنا جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وخلال اتصال هاتفي تلقاه من الكاظمي شدد الرئيس السيسي على أن مصر ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن دعت منظمات الأمم المتحدة وجماعات إغاثة عالمية إلى تقديم المزيد من التمويل للعمليات الإنسانية في أفغانستان كما تعهدت بالبقاء في البلاد ومواصلة توصيل المساعدات محذرة من أن ثمت حاجة لتوفير نحو 800 مليون دولار لمواصلة العمل أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جيتيريش عن قلقه البالغ إذا الأوضاع راهنة في إثيوبيا قال جيتيريش أن الشعب الإثيوبي عانى كثيرا مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في إثيوبيا طالب جيتيريش بضرورة ضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى كل مكان جنبا إلى جنب مع جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة تكافح المكسيك موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا مع وصول الحالات اليومية إلى مستويات قياسية وتجاوز عدد الوفيات الرسمي 250 ألفا مما يجعلها من بين أكثر دول العالم تسجيلا لحالة وفاة وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن المكسيك سجلت 23 ألف إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع مجمل إصابتها إلى أكثر من ثلاثة ملايين ومئة وخمسة وسبعين ألف حالة ذكرت صحيفة تليغراف أن بريطانيا قد تعلق طرحة جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا في بريطانيا لمن تزيد أعمارهم عن خمسين عاما كما يدرس علماء الحكومة قصر الجرعة الثالثة على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرضة وقالت الصحيفة أن هيئة الصحة الوطنية البريطانية وضعت خططا لطرح برنامج للجرعات المعززة اعتبارا من سبتمبر بناء على نصيحة مؤقتة من اللجنة المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين ارتفع عدد ضحايا هجوم في شمال بوركينفاسو إلى ثمانين قتيلا وكان مسلحون قد هاجموا قافلة مدنية برفقة الشرطة قرب بلدة أربينتا في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات بمنطقة الساحل في غرب إفريقيا هذا الشهر سقط قتلان وخمسة جرحة على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو وتبنته حركة الشباب وفجر الانتحاري حزامه الناسف داخل مقهى يرتاده أفراد من قوات الأمن الصومالية لمزيدنا من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام يوتيوب فاصل قصير نعود من بعده لمتابعة جولة هذا الصباح مع الزميلة خلود شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء